هل سبق قبل كده حد صلى قدامك بيصلي غلط وانت شايفه بيصلي غلط ومع ذلك مش عارف تقوله صلي كويس او صلي بالطريقة كذا او صحح الخطأ اللي هو بيوقع فيه هل قبل كده حصل الموقف ده مع حد مننا ضميرك هيبقى ازاي لو حسيت ان حد اخطأ في صلى وانت ما قدرتش تصلح له مثال الموضوع صعب جدا صح الموضوع ده حصل معي انا عن نفسي شخصيا ومعرفتش يصلح للي بيصلي خطأ معرفتش يصلح له الخطأ اللي هو عليه قبل ما تزلموني وقبل ما تقولوا ان انا غلطان ان انا ما صحح تلوش الخطأ شوفوا بس الموقف بتفاصيله حصل ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد بقدمه لحضراتكم من قناتي كل جديد حول العالم تحية كبيرة جدا لحضراتكم واهلا وسهلا بكم الموقف اللي كنت بحكي لحضراتكم عليه في المقدمة فعلا كنت بصلي في المسجد وبعدين الشخص اللي جنبي صلى غلط لكن المشكلة الكبيرة انا تبعت الغلط وانا بصلي ومش قادر ان انا اصلح له لان انا في الصلاة الموقف ازاي الجلوس للتشاهد في الصلاة اللي هي اربع ركعات بجلس في التشاهد في الرقعة التانية مرة وفي الرقعة الرابعة والاخيرة مرة تانية. او اذا كان الصلاة اه تلت رقعات باجلس للتشهد في الرقعة التانية مرة والرقعة التالتة وهي الاخيرة مرة يبقى دي المرتين. مش هنتكلم عن اه صلاة الفجر او الصبح يعني اللي هي الصلاة اه الرقعتين لان ما فيهاش جدال يعني. المشكلة الكبيرة والخطأ اللي بيحصل في موضوع الصلاة بالشكل ده. لو الشخص جاي متأخر داخل الصلاة متأخر. زي ما اتفقنا الاربع رقعات الرقعة التانية باجلس للتشهد والرقعة الرابعة باجلس للتشهد. طيب لو انا جيت في اه صلاة من اربع رقعات في الرقعة الاخيرة لحقت الرقعة الاخيرة في الصلاة. بعمل ايه? اكيد طبعا كل الناس فهمة وعارفة ان لو انا صليت اول رقع مع الامام والامام سلم ونهى الصلاة انا المفروض بقوم اجيب اللي فاتني من الصلاة. فبصلي وباجلس للتشهد في الرقعة التانية اللي هي اللي جاية بقى اللي انا حقت اول رقعة لازم اجلس للتشهد في الرقعة التانية وبعدين اصلي التالتة والربعة اجلس للمرة التانية للتشهد. تمام? جميل جدا يعني. المشكلة فين هنا? المشكلة ان في بعض الناس بكل اسف الخطأ هنا ان بعض الناس ما بيعرفش كده. ولو صلى الرقعة لو لحق رقعة مع الامام اللي هي في الرقعة الرابعة. والمفروض لحق كده رقعة. مش بيجلس للتشهد في الرقعة التانية وبيقوم عادي. وممكن يجلس في التشهد في الرقعة التالتة. ويجلس للتشهد في الرقعة الرابعة. او احيانا مش بيجلس للتشهد في الرقعة التانية. اللي هو بيقوم يصليها. الواحده بقى بعد الامام مسلم. وممكن ممكن ما يجلسش للتشهد. وممكن يجلس في اخر رقعة خالص اللي هي في الرابعة للتشهد. الموقف اللي حصل ان الشخص انا داخل انا وهو الصلاة. يعني احنا بدقين الصلاة مع بعض. يعني احنا اه داخلين متأخر للصلاة. الكلام ده كان من فترة على فكرة يعني. لكن انا حبيت ان انا انشر الفيديو واصحح للناس. يعني يمكن حد بيعمل ده خطأ. اه ويلاقي الفيديو فيصحح له. الله هو اعلم. اه حبيت بس اوضح عشان حتى ابرق زمتي قدام ربنا من الموقف اللي حصل. انا مقدرتش اصلح له لان انا كنت في الصلاة. يعني انا انا كنت في الصلاة ولقيت ان هو بيصلي خطأ. المشكلة الكبيرة ان هو سبقني خلى الصلاة قبلي. وعلى ما انا خلصت ما وجدتش في المسجد. عشان اصلح له بس الخطأ. عشان كده انا طلبت ان الناس لاحدش يظلمني ويقول ليه انت ما صلحت لهش. الموقف ده حصل مرتين. والمرتين يمكن بنفس الكيفية. لكن من اشخاص طبعا مختلفة. فحسيت اه انه الموضوع ممكن يكون اه خافي عن بعض او مش ظاهر للبعض ان الصلاة بيبقى بالشكل ده. اه لما اه دخلنا اه في الرقع التانية انا جلست للتشاهد والشخص اللي جنبي مجلسش للتشاهد. فبالتالي اه يعني انا قدامي يعني هو هو بصراحة يعني اه لفت اه نظري يعني اه في ناس هتقول المفروض اه تكون مركز في الصلاة والمفروض ما تاخدش بالك انه قاعد او ما قاعدش والكلام ده. ولكن هي حقيقة غصبة عن البناء ادم يعني احنا داخلين الصلاة مع بعض وطبعا كل واحد ببقى اه داخل الصلاة بنبقى شايفين مثلا يعني لو اتنين جايين مثلا متأخرين مع بعض فاحنا داخلين في نفس الوقت يعني اه جلس للتشاهد هو ما جلسش قام صلاة وكمل الصلاة وفي اخر الصلاة خالص في الرقعة الرابعة اه جلس للتشاهد المشكلة هو كان اسرع مني في الصلاة اه خلص بسرعة خلص ومشي على طول فكانت هنا المشكلة انا على ما خلصت بقيت الصلاة بقى ابحث عنه في المسجد كله مش لقيه هو خلاص صلاة وخرج حتى كمان من المسجد يعني مش متواجد حتى في في جنب تاني في مكان تاني كده لا خلص صلاته ومشي. اه حقيقة كمان انا ما كنتش حتى اعرفه يعني لو انا اعرفه كشخص ممكن حتى اه هروح له او اكلمه او اقابله او كده لكن ما اعرفوش فبالتالي مفيش يعني مفيش طريقة للوصول لي. الموقف اللي حصل ده خلاني يعني اه طول الوقت انا عندي اه زنب شوية جواية يعني احاسس بالزنب ان شخص اخطأ في في صلاة وما كانش عندي الامكانية ان انا صلح له يعني انا برضو بالعقل كده هصلح ازاي وانا بصلي مش هينفع. بامانة جديدة يعني اول ما اه فكرت كده وافتكرت الموقف في الفترة دي يعني وكده قلت لأ ما انفعش انا هحاول ان انا اعمل فيديو على الموقف ده علشان خاطر ان الناس اللي مش عارفة تعرف واللي مش واخد باله يا جماعة اه جلما اللي يسهد دي حاجة يعني مؤكدة وسبحان الله يعني ايه اه وفوق كل زي علم عليم مش بقلل من حد والله ولا بقول ان انا عارف او غير ما يعرفش لأ بالعكس خالص احنا وارد جدا كلنا نغلط عادي جدا يعني وبنتعلم من اخطأنا ربما واحد مش في دماغه الموقف ده وممكن مش بيحصل مثلا اه معاه موقف زي كده فمش متخيل اه اه الدنيا تتحل ازاي يعني ولكن انا حبيت ابرق زمتي قدام ربنا واسجل الفيديو ده وانشره على القناة علشان يكون اه دليل برأتي امام الله دي اول حاجة والحاجة التانية انه يكون اه وسيلة لمعرفة بعض الناس اه اللي ممكن تقع في الخطأ ده ان هي ما تقعش فيه الصلاة يا جماعة اللي احنا بنعملها لو اربع رقعات باجلس للتشاهد في الرقعة التانية وفي الرقعة الرابعة اللي بيلحق اخر رقعة مع الامام زي ما حصل اه بيجلق ده اخر رقعة يعني اه صلة اول رقعة دي بالنسبة له اللي هي الاخيرة للامام الامام بيسلمه بيبقى خلاص الصلاة خلصت الشخص بيقوم يجيب اول رقعة بعد الامام مسلم لازم يجلس للتشاهد علشان خاطر اه الصلاة تبقى سليمة يعني اه يجلس للتشاهد في الرقعة التانية وبعد كده ازا كان المغرب هيجلس في التشاهد للرقعة اه التالتة برضو واذا كان مثلا نعيشة او ظهر اللي هو الاربع رقعات هيصلي ويجلس للتشاهد في الرقعة الرابعة الموضوع اه يعني اتمنى يكون الموضوع واضح لانه هو بصراحة اه ديقني ان انا معرفتش اصلحه في وقتها يعني اه استغفر ربنا ان انا مقدرتش ان انا اعمله او اصلحه ولكن اه والله احيانا الانسان بيكون مش بايده يعني اه يعني بتمنى ان الفيديو يكون اه مفيد لبعض الناس ويكون اه وصل المعلومة واتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق والنجاح والصحة والسعادة ان شاء الله اترككم جميعا في رعاية الله ونلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة